السلام عليكم في فيديو النهاردة هنتعلم الخياطة المتقطعة البسيطة أو اللي بنسميها الخياطة العادية وهنقسم الإجراء لخمس خطوات الخطوة الأولى وهي إنك تجهز الأدوات اللي هتستخدمها هنحتاج محلول ملح وبتدين علشان نطهر الجرح قبل ما نبدأ وهنحتاج سرينجة 3 سنطي وسرينجة أنسولين 1 سنطي اللي هي السرينجة العادية مش المستوردة وهنحتاج ماسك إبر وملقاط ودول اللي هنستخدمهم في الخياطة وهنحتاج مقصة أو مشرة علشان نقطع به الخيط وهنحتاج المخدر الموضعي اللي هو الليدو كاين أو الزيلوكين وهنحتاج شاشة وبلاستر علشان نغير بيهم وآخر حاجة وهو الخيط اللي هنستخدمه وعندنا أنواع كتيرة من الخيط ومقاسات مختلفة وهسيبها لكم مكتوبة بكل التفاصيل اللي محتاجين تعرفوها تحت الفيديو الخطوة التانية وهي تطهير الجرح قبل الخياطة هنضف الجرح بمحلول ملح وبعدها بتدين وبعدها محلول ملح مرة تانية المهم تتأكد أن الجرح مفهوش طراب أو أي أجسام غريبة الخطوة التالتة وهي التخدير الموضعي بتسحب 3 سنطي ليدو كاين اللي هي المادة المخدرة وبتغير سن السرينجة 3 سنطي بسن سرينجة الأنسولين الواحد سنطي بتبدأ تدخل السن على حواف الجرح والزاوية بتكون من 20 ل45 درجة المهم ما تدخلش السن بشكل عمودي هتبدأ تحقن وتسحب السرينجة في نفس الوقت وفي الدخلة الواحدة بتحقن حوالي 0.5 سنطي وبتكرر العملية دي لحد ما تخدر كل الحواف بتاعة الجرح وبعدها بتنتظر 3 دقايق وتبدأ الخياطة والخياطة بتكون كالقاتي بتفتح عبوة الخيط وتبدأ تمسك السن بماسك الإبر ولاحظ هنا أنك بتسيب تلتين الإبر وتمسك من التلت الأخير بنفس الشكل اللي قدامك كده ولاحظ هنا أن في ماسك الإبر بيكون فيه جزء لما بيتقفل ما بيفتحش تاني غير لما تتحركوا وأول ما تستخدم ماسك الإبر هتلاقيها حاجة بسيطة وبعد ما سحبت الخيط من العبوة بتبدأ تفرده علشان تتأكد أنه مفهوش أي عقدة وعند بداية الجرح بتمسك الجلد بالملقاط وبتسيب مسافة بسيطة من حواف الجلد وتدخل الإبر في شكل عمودي وتحرك كف إيدك لحد الإبر ما تطلع من الجهة التانية من منتصف الفتحة وبعدها تفك ماسك الإبر وتسحب الإبر من الجهة التانية لحد ما تخرج بالكامل وبعدها تمسك الجهة التانية من الجلد بالملقاط وتبدأ تدخل الإبر من الداخل للخارج وحاول هنا أن الدخلة تكون على نفس العمق ونفس المسافة ودي بتتحسن عندك مع الوقت والتقرار وبعدها بتسحب الخيط لحد ما يتبقى حوالي 3 سنط من الجهة التانية وركز في الخطوة الجاية دي علشان مهمة بتلف الخيط لفتين على ماسك الإبر وبتمسك الطرف التاني من الخيط اللي هما 3 سنط اللي انت سبتهم وبتسحب ماسك الإبر نحيتك انت وبصوابع إيدك بتسحب الخيط في الاتجاه المعاكس علشان تعمل أول عقدة وتلف الخيط مرتين كمان وتسحبه بنفس الطريقة علشان تتأكد إن العقدة مش هتتفك منك وبعدها بتسيب حوالي 0.5 سنط وتقص الخيط بالمقص أو بالمشرط لكن بالمقص بيكون أفضل وكده انت عملت الغرزة الأولى وباقي الغرز بتعمل زيها بالزبط وبتسيب حوالي مسافة 1 سنط ما بين كل غرزة والتانية والحد ما تقفل الجرح بالكامل وبعدها تنظف الجرح بيتادين وتغير عليه بالشاشة والبلسطر وبتفك الغرز بعد أسبوع العشر تيام من الخياطة وطريقة فك الغرز بسيطة وهسبها لكم في نهاية الفيديو ترجمة نانسي قنقر